يجلس هؤلاء الشباب بانتظار دورهم باعتلاء كرسي الحلاقة للحكم الذي تتنافس عليه الأعزاب بجولات لم تنتهي حتى مع استقالة عاد العبد المهدي ووجود الزخم الجماهري في ساحات التظاهرات خدمة مجانية يقدمها حلاقون متطوعون في قلب منطقة الاعتصام أغلقوا محال رزقهم وجاءوا هنا مساندين الشباب لكن على طريقتهم الإبداعية صاحب الفكرة طبعا البداية أكرام الحلاق وراها التحقت بياني فترة خمسة يام من شغله يبدأ بشي بسيط حتى أدوات بسيطة كراسي شوي تعبانة الشي نقدر له وراها شوي شوي قام يعني شون قمنا نروح للبيت كل ينجيب غراض وياه كل ما واحد يروح يجيب غراض وياه بينما كمننا هذا الشي بعدين الشباب أصدقائنا وجماعاتنا قاموا يشوفوني تحقى واحد وراها اللي أخبينها سلاح على مدى أيام الاعتصام يتواجد كرار في زاوية الأناقة هذه هو وأصدقائه المتطوعون بدقة يعملون كما في محال الحلاقة الخاصة بهم هل اعتناءوا بأدوات العمل وتعقيمها بشكل دوري لا يتوقفوا مع استمرارهم بالحلاقة نصادق العالم ونشوف أنه هناك أصدقائي حتى أحلى يمكن من السفر أنه أنا أنا دا أشوفه هنا مرتاح أكثر من أنه أنا أسافر وغير شيء أكثر يعني أروح يوم بالبيت أحس أنه أنا تعبان أنه يجي هنا حتى بالبيت يقلوا لي سمنان الإخوة الحلاقون تحت نصب ساحة التحرير يحلقون رؤوس العشرات من الشباب يوميا اختاروا تقديم هذه الخدمة انطلاقا من مقولة كل حسب موقعه يخدم التظاهرات فقرروا تزيين وجوه الشباب من بغداد جبر جمال قناة رشيد الفضائية